اشتركوا في القناة والمكاتب والحواجس التي تتصدى للتهريب فقامت رئيس الجمهورية وجه إنات العاملين في هذا القطاع المهم في دخل الآئدات المالية للدولة الأمل بجدية وابتئاد عن الأشوائية والنسيان الإختلاص الذي أصبه ظاهر متداولة وسط عمال الجمارك خاصة أولئك الذين يتمنون الأمل في الجمارك لملء جوبهم والغناء الفاضح ووصف فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو هذه العملية بالفوضى العارمة التي لا تستفيد منها الدولة ولا المواطن الذي يتمنى دائما فقامت رئيس الجمهورية نعيش الشعب في رفاحية واستقرار دائم فقامت رئيس الجمهورية خلال الزيارة قام بطرد آلة من قوات الدرج والشرطة الوطنية ورجال الأمن كما أمحل بعض المسؤولين ساعت فقط من أجل تحسين الأمل طاردا في الوقت نفسه أولئك النساء اللواتي يقومن بعملية التجارة غير الشرية عبر طريق كسري أنجمينة من نهة أخرى فقط أمر رئيس الجمهورية كل المتسللين وغير النظاميين الذين لم ترسلهم الإدارة المعنية مغادرة كل المناصب والأماكن التي يحتلونها بهجة الأمل دون أجل طالبا من المعنيين أغزي مسؤوليتهم تجاه هذه الفوضى فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو حذر من يتلاعب بقوانين وقوامر الدولة وأكد بأن الحكومة اتخذت كل تدابير لازمة للتصدي لهؤلاء الذين أصبوا حاجس بين مصرة الدولة التي تعود بالنفع للمواطن وعليه فإن فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لا يهدو له بال حتى يعيش المواطن في رفاهية وأمن واستقرار أضف إلى ذلك الحفاظ لممتلكاته وخيرات بلاده رافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة المفاجئة لمركس أنجليل الجماري وزير المالية الميزانية والمفتش العام للدولة ومساعدي رئيس الجمهورية أخيرا فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وعقب استماعه للمسؤولين وتوجيههم أم هل لهم مدة شهر لتحسين الأمل والخروج من هذه الحالة السيئة وإلا فسوف يبدلون بمن هو أحسن منهم ترجمة نانسي قنقر